بصراحة يا برج الميزان عم شوف في منكم اللي عم بمر يعني بمشاكل كثيرة يعني خلطوا تعبان كثير وزعلان وشايفاك يعني بعدك عم تراقب الوضع كذلك في شوية خلافات يعني في منكم اللي عندو خلافات مع الاخوة او مع شي حدا كبير بالبيت يعني ممكن تكون الوالدة او الوالد يعني ولكن ما برجح الوالد يعني يعني الشي حدا كبير هيك كذلك عم شوف يعني في منكم اللي شايفاهم ركز على اللحظات السعيدة اللي كان بمر فيها سواء بالأسرة او سواء مع شي حدا كان بحبه وشايفاك قاعد زعلان على كباية الحب اللي ممكن انه خسرها او ما كان بدو الشغلة اللي صارت سواء كان في صالة علاقة شغلة هيك انه تصير فشايفاك قاعد زعلان وماسك الكباية يا برج الميزان كذلك في منكم يعني اللي قاعد عم يستنى قرار يعني سواء كان قرارة او محاكمة يعني ممكن يكون شغلة متعلقة يعني مثل طلاق هيك شغلة بشي قرار حكم نفقة او راق يعني شغلة في الموضوع هيدا كذلك في منكم اللي شايفته يعني تعرضوا الخسارة في علاقة ارهقته وخلته يعني كأنه صار حدا لحاله فشايف منكم اللي دخل فترة من البحث عن السلام الداخلي كأنك بحاجة الى وقت بمفردك لتفهم ما حصل وتفهم نفسك بشكل اعمق يا برج الميزان فعم شوف كأنه في حدا عزل حاله خلاص بعد المتاعب اللي مر فيها يعني وكأنه نسحب يعني نسحب نحو نفسي للتعافي من الموقف الصعب اللي مر فيه كأني عم شوفك عم تمر بمرحلة غير اجتماعية كأنك واخد جنب كأنك لا ترغب في التفاعل مع الاشخاص لاني عم شوف حدا منفرد فأنت يا برج الميزان الناس اللي يعني في الحالة هذه فهم يحتاجون الى الخروج من هذه الوحدة وهذا هو الشيء اللي يجب للشفاء من حسرة الماضي فأنت يجب ان تتغلب على الشغلات اللي صارت من الماضي فكذلك في منكم اللي رغم الشيء اللي صار مع الشخص هذا او مع العيلة فبعده براقب سواء كان براقب حدا من العيلة او براقب الحبيب او الزوج يعني هذه امور خاصة بالاسرة ممكن يعني احيانا بيكون الحبيب يعني بالنسبة لنا حدا مهم فممكن يكون هو كذلك فشيفاه بعده عم براقب العيلة او الحبيب كذلك في منكم يعني اللي ترك الاحداث تستنزي بكل طاقته وحاسس كأنك لا تستطيع الاستمرار شايفاك مريت بوقت عصيب سواء سوء المعاملة او خيانة او خيانة الاهل الاقارب يعني فالورق بيطلب منك يعني الاستمرار حتى اذا كنت في اسوأ حالاتك فانت تحتاج الى جمع قوتك يا برج الميزان كذلك تدل الورقة على انك انت وشريكك او اسرتك يعني قد اصبتم يعني بجروح يعني في جروح في العلاقة فبيقلك الورق لا تستسلم كذلك في من كون اللي عم بيخبرهم التارو انه الشخص يعني اللي دخلته لحياتك هو يستحق حبك فبيقلك حافظ على قلبك حتى تكتسب ثقته ثقته سواء كان الحبيب او شخص من العيلة يا برج الميزان كذلك عم شوف منكم اللي بعيد عن الاسرة او عن الحبيب وممكن يعني كان شوف كأنه يعني بعاض عن بعض وممكن يكون كل واحد بلد سواء كان الحبيب او الاسرة فشايفك حزين يعني هو عم تراقب يعني عم تراقب الحبيب بخفية اذا كان الموضوع هذا ينطبق على الحبيب فانا شايفه انه في مراقبة للشخص هذا بتخفي وعم شوف خيبة امل كأنه الشخص هذا في عنده خيبة امل من موضوع او اتجاه الشخص هذا فالشخص هذا حامل كاس الحب هو حزين وشايفك في مفترق الطرق يعني مش عارف تاخد قرار بشكل مضبوط بخصوص الموضوع هذا لاني شايفك تعبان فالطرر بيقلك تحمل واستمر في طريقك فانت قادر على تجاوز الموضوع كيفما كان وقادر على اصلاح الاشياء هذا فيما يخص الاسرة راح نشوف الحين ما هو عاطفي بصراحة في طاقات يعني كمزرعة وما في عندي طاقات كتيرة في القرائه هذي في طاقات كتيرة وابراج كذلك انا راح حاول اسرد اكتر الاشياء وان شاء الله تنطبق على اكبر عدد يا برج الميزان فانا شغلات راح احكي فيها ورح ارجع احكي فيها مرة تانية يعني بشكل عام يعني بشوف في مراقبة في حدا بيرائق بك يا برج الميزان في شخص من الماضي متعلق فيك راح نبلش في ناس بعلاقة يعني حلوة مع بعضهم هذا بشكل عام ففي عندك يا برج الميزان حدا من الماضي لانه في بيناتكم في الذكريات هيك شغلة في حدا من الماضي او الحبيب كتير بيحبك ومهتم فيك رغم الشغلات اللي ساير او حتى اذا كان متطنش وعامل حال ومشفار امامه الشخص هذا طالع عندي فكأني شايف الحبيب يعني عامل حاله ومو مهتم مطنش ولكن بعده بيفكر فيك والشخص هذا شايفاه يعني عم يسعى للحصول عليك يعني الشخص هذا بغي يحصل عليك او الرجوع اليك هو بده يرجع اليك وهو غير راضي تماما الشخص هذا غير راضي تماما عن الشي اللي صار وبصراحة الشخص هذا هو انسان ناجح يعني ومهتم بشغله سواء كان بالبيت بالشغل يعني كأنه عم يستنى منك شايفاه كأنه عم يستنى منك خبار رسالة انك تاخد قرار انك ترجع اليه وهو صراحة بيراقبك الشخص هذا عامل عليك يعني بيراقبك ومهتم فيك ومستنيك والشغلة الي ايجيت بعدن شو الشخص هذا متعلق بك شخص هذا متعلق وبصراحة هو شخص طيب الشخص هذا انسان طيب يعني مش نيته سيئة او هيك وبيحبك وفيه اللي بيتوجع كثير من فراقك يا برج الميزان ممكن يعني الشخص هذا يكون قطع معاك يعني يعني ممكن يكون بسبب مشاكل او القاء اللوم على بعض او العلاقة هذه تعرضت لدخول شخص ثالث يعني اطراف ثالثة كانت السبب ففي الحالة هذه بيقلك تعالوا يا برج الميزان لا تترك الاخرين يدمرون ما لديك يا برج الميزان والشخص هذا عم شوفه مستعد للمنافسة من اجلك يا برج الميزان وبصراحة عم شوف طريقه كأنه صعبة يعني او فيه شغلات بيناتكم ممكن تكون سبع عوائق لاني عم شوف فيه عندنا سبع سبع يعني او ممكن فيه اختلافات بيناتكم ممكن في طريقة التفكير على ذات فيه مسافة بيناتكم او انتم بلدين مختلفين يعني لاني عم شوف فيه مسافة الشخص هذا بغي يوصل ليك يعني بده يوصل اليك يعني عم شوف فيه حاجة واقفة بيناتكم السبن الرقم سبع كأنه فيه عوائق او فيه حواجز يا برج الميزان والشخص هذا بيفكر فيك كذلك وكذلك بيفكر بوضعه المالي ممكن تكون عنده يعني مشاكل مالية لاني شفته غير راضي عن الوضع اللي هو فيه سواء ام كان الوضع اللي صار بيناتكم او اللي وصلكم للشغلة هذي او الوضعه المالي فاني شايفاه مشغول مشغول بشغله يا برج الميزان ممكن يكون الشخص هذا فتح مشروع كذلك عنده إلك ذكريات هو عطول عم يتذكر الذكريات اللي بيناتكم يا برج الميزان عم يتذكرك بكل اللحظات يعني كل فترة مرت يعني بيناتكم بتطلع له ذكريات منك وبيركز على الشغلات اللي صارت عم يتطلع على شغلات جبتها له او انت اعطيته اياها يعني بيرجع للأحداث واللحظات فمبين عندي كأنه انكم منفصلين لاني عم شوف مسافة يعني بيناتكم والشخص هذا بيفكر فيك كتير وميتعلق كذلك يعني هو شايفك يعني الشمس والفرح وكأنه يعني تعود عليك واللحظات الجميلة هو بيراقبك يعني بصراحة كتير اما انت يا برج الميزان انت شايفك يا برج الميزان متمسك في الحبيب او متمسك بموقفك وشايفك حاليا يا برج الميزان في مفترق طرق يعني كأنك مش عارف تاخد قرار حاسم في موضوع او انت متمسك باكتر من شخص يا برج الميزان ومش عارف تختار بيناتهم فممكن تكون في علاقة ولاتية ولكن انا شايفك يعني بشكل كبير انا حاسة يعني انه انه العلاقة هذي جاية من طرفك وشايفك يعني انسان جميل ومهتم بحالك يعني ومتزن ومركز ومتمسك بموقفك ايا كان وشايفك بعيد شوية وقاعد عم تفكية وكأنك يعني واقع في مفترق الطرق فانت يا برج الميزان لازم تاخد قرار في الوضع هذا سواء كانت بتختار بين شخصين يعني شخص قديم وجديد او انت بعلاقة ثلاثية ومتزوج يعني او حتى اذا كنتم منفصلين يعني وبتفكر فيه شخص قديم او تبدأ بداية جديدة فانت لازم تاخد قرار وتطلع من طاقة الانتظار اللي انت فيها لاني شايفك يعني فيه عندك طاقة انتظار يا برج الميزان فانت لازم تاخد قرار وتطلع من الطاقة هذي كذلك فيه من كون يعني يا برج الميزان اللي شايفاه تعرف على شخص جديد ولكن بعده بيفكر بالشخص القديم ومتمسك فيه داخليا في الحالة هذي انت لازم تاخد قرار وتخرج من الحالة هذي وتحط النقاط على الحروب كذلك فيه من كون اللي تعبانين كتير من انفصال سار او طلاق بسبب يعني علاقة ثلاثية بسبب علاقة ثلاثية ممكن شخص فات عن العلاقة اني عم شوف فيه جرح بقلبك يا برج الميزان فيه منكم اللي حاسس حاله وحيد حاسس حاله يعني وحيد وتعبان كأن العالم يعني تخلى عليه ممكن تطلع بصورة كأنه عم يسأل حاله ليش صار معي كل هذي الشغلات وليش ما ساعدني حدا ليش الله ما ساعدني بالوضع هذا سواء كان انفصال او طلاق لاني فعلا في عندي يعني في طلاق راح اسحب ورقة هاي كنزه راح نشوفو الورقة التالية لنشوفو هالجرح هذا ليش راح نشوف الجرح ما راح نوضحو توضح لبعدين شفتووش اطلع يعني لاني عم شوف في ام حزينة عندي لهيك يعني انا كذلك عم شوف عندي المطلقين في منكم اللي تعرضوا الطلاق بسبب شخص فاسع العلاقة خيانه مع طرف ثالث طرف ثالث فات سواء كانت العيلي شخص ثالث بس عم حس اكثر انه في شخص ثالث فات عن العلاقة فرح نكمل ولاني كذلك شايفة انه في اللي عندهم اولاد في اللي عندهم اولاد فالملائكة بتقلك بالحالة هذه ان المساعدة هي قريبة من لانكم عم تشوفوا في صور وفي نافذ في نافذة وفي الهام بيتقلك ان المساعدة هي قريبة منك سواء كنت منفصلين او صار طلاق او متباعدين يعني او كان يعني ان فسخت شي خطوبة فبيقلك ان المساعدة هي قريبة منك ولكن افكارك السلبية هي تحجبها عنك عليك بالتقرب الى الله تعالى بالطريقة الصحيحة وترك كل الامور عمل عليه يعني وتعمل هيك يعني وضلك عم تدعي وان شاء الله كل الامور رح تتحسن يا برج الميزان انا على طول عم بنسا ما بقول الابراج يعني اللي موجودة في عندي برج التور والحمل والاساد والجدي في عندي طاقة نارية كبيرة طاقة ترابية عضراء كذلك جوزاء جوزاء اجري اهو ابراج مائية وترابية والهوائية قليلة يعني عم نشوف برج الجوزاء في عندي كذلك ابراج هوائية صح يعني كل الطاقات موجودة عندي خلينا نشوف طاقتك يا برج الميزان شو رح نلاقي برج الميزان فشايفك يعني حاسس يعني برج الميزان كأنك بعيد فممكن تكون يعني بعيد يعني عن جو العائلة او هناك حنين لالون او حنين لشخص انت بتحبه او انت في بلد تاني بعيد عن الناس اللي بتحبهم بعيد عن جو العائلة وفي حنين لالون ولكن عم نشوف كأنك مفتقد لدفء الاسري كذلك شايفك يعني بعدك بتحب الشخص هذا وحاسس انه بعيد عليك سواء كان شخص بتحبه او زوج كذلك ممكن يعني يكون في عندك زواج وبداية جديدة لان هذه ورقة الزواج وبداية جديدة الورقة هيري احيانا بتدل على شخص يعني ممكن يكون من اللاضيف انت بتعرفه وبتحبه لان البداية الجديدة هي رح تكون مع شخص رح تحبه يعني ممكن يكون زواجه بداية جديدة يعني مع شخص سواء كان جديد او قديم او تركت بعض يعني يعني ولكني شايفه بعده في ذكريات سواء انت اللي تركه او هو اللي تركك بعده في ذكريات يعني عندر وكان في كذلك صار خداع او شغلة تركت بعض من خلاله او شو كنا بنقول او لاني شايفهك زعلان يعني كأنه يعني سار في خداع يعني تركت تركت بعض انت والشخص هيدا لاني شايفه ان الشخص هيدا كان بالنسبة لالك تواقه من روح يابرج الميزان وبعد عم شوف فيه تواصل روحي فاحتمال تكونوا بعيدين عن بعض أو من بلدين مختلفين أو كانت بناتكم اختلافات خلقت لقلكم مشاكل أو فيه يعني لأنه عم شوف فيه خذاء وفيه مكر بالموضوع كذلك عم شوف الحبيب مفتقدك يا برج الميزان